السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بالنسبة لي انا مكفوفاك نبغينا انجر الويرد ديالي ديال القرآن ولكن مثلا حدبا وش لا قريتو غير كفر حضر الهاكيب وش لا جائز ولا غير جائز اما اخر السؤال لوضعته الاختة الفاضلة لا لا انك تقرأين القرآن العظيم عبر الهاتف هذا لا حرج فيه القرآن الكريم هو كلام الله في اول الاهد القرآن الكريم لم يكن مكتوبا في المصاحف كان محفوظا في الصدور وقليل اللي كانت يكتبوه لأن وسائل الكتابة لم تكن موجودة كانوا ناس يكتبونه على العسب وعلى اوراق الشجر وعلى اكتاف الابل ما كانش وسائل الاوراق والاقلام ما كانش رغم ان ربنا عز وجل قال نون والقرآن وما يسطرون وما يسطرون يعني تستير الكتابة العلم كيقولك صيد والكتابة قيد لكن فيما بعد غاد انتشر الكتابة غاد نسغلدونه المصاحف اليوم نستوروا ما بقواش كيستعملوا الاوراق وليكيستعملوا الشريحة الالكترونية هذا الهاتف النقال فيه الشريحة الالكترونية كيخزن المعلومات بواحد الوفرة غريبة جدا فمن استعمله في حفظ الورد اليومي فلا حرج لا حرج احتى بعض العلماء قال لك لا حرج حتى ان يدخل معك الى الكنيف الى المرحاض الفيسي فعلاش لان الهاتف عامر بالباغماتخ دياله كثيرة فيه قنوات على الاخبار وقنوات كده وكذاكش متعدد وفيه واحد الشريحة صغيرة جدا في القرآن الكريم فقال لك لا حرج ان تدخل القرآن لكن اذا غلب على هاتفك كالي عنده هاتف مومن كالي عنده تليفونه مومن قد قدك تليفون في القرآن الكريم في الاحادث النبوية في الادعية وكي تصل بالعائلة والاحباب وكي تصل الرحيم هذا مومن هذا هاتف مومن وكالي عنده هاتف مسكين الله يهدينه ويهدينه عامر بالاسماء ديالناس اللي فيهم تخلويد او فيهم المغامرات العاطفية او كذا او كذا يعني هذا قايد دخل المرحض اما التاني انسان مولاد يحترموه الى دخل الكنيف يخلي على براء لانه يغلب على ذلك الهاتف الكلام المقدس السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة